أيام قليلة بتفسرنا عن آخر السنة وطبعاً الكريسمس ده موسم الخروجات والسفر واللي بيمتحنوا بياخدوا أجازة يعني من الآخر كده أيام اللي واحد بيجدد فيها طاقته والسنة دي فيه كمية أفلام كتير نازلة الموسم ده ركزوا معايا كده وأنا هقول لكم كل الأفلام اللي نازلة زي ما الصيف بيحب السينما الأجازات برضو بتحلى بالسينما وإحنا خلاص فاضل أيام قليلة على نهاية السنة وأجازة الكريسمس وأعياده والسنة دي فيه أفلام كتير جداً نازلة بداية من نهاية الشهر ده لحد نص شهر واحد أول فيلم هينزل الفترة الجاية بالتحديد يوم 28 ديسمبر هو فيلم محمد هنيدي واسمه نبيل الجميل أخصاء التجميل واللي بتدور قصته حوالين دكتور تجميل عنده عيادة وبتحصل مواقف كوميديا وبيشارك في البطولة نور ومدلين طبر ومحمد سلام وفنانين كتير والفيلم ده من تأليف أمين جمال ومحمد محرز إخراج خالد مرعي الناس منتظر تشوف الفيلم خصوصاً إن فيلم هنيدي الأخير الإنس والنمس ناس كتير معجبهمش وقالوا إن هنيدي بيكرر نفسه أمّا 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 نيجي بعد كده الفيلم الصرب وهو من بطولة أحمد السقه ودياب شريف منير نلي كريم محمد ممدوه وعمر عبد الجليل المصري على المصري ونجوم كتير كضيوف شرف وبيحكي عن الأحداثة اللي مرت بيها المنطقة العربية وتصدي الدولة للجامعات المحزورة والفيلم ده تأجل كذا مرة انه ينزل ومن المكرر عرضه اخر الشهر ده او بداية شهر يناير واضح ان الافلام الكوميدية مكتسحة الموسم ده وده لان فيلم شلبي اللي من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي بيسابق برضه في موسم راس السنة والمكرر عرضه اول شهر يناير 2023 الفيلم عبارة عن مكس بين الكوميدية والرومانسية وهو من تأليف مصطفى حمدي واخراج بيتر ميمي ده الزعيم بنفسه سلم علي زعيم زعيم عدل شاك نيجي للفيلم الرابع النهاردة وهو اخي فوق الشجرة واللي المفروض ينزل يوم 18 يناير وهو من بطولة رامس جلال ونسرين طافش وطار عميد والفيلم بيحكي قصة اتنين توأم واحد حياته منظمة واكله صحي وواحد تاني حياته متلخبطة ومصصحية تماما ويعتبر الفيلم رجوع لرامس بعد غياب السنة اللي فاتت من اخر فيلم ليه احمد نوتردان يمكن دي اهم الافلام اللي من اكيد نزولها في الفترة دي وفي افلام تاني بيقولوا انها هتنزل بس لسه مش اكيد زي جروب الماميز والمطاريد وتنين للاجار ومغامرات كوكو وطبعا لو كل الافلام دي الناس هتحتاج اجازة تاني فوق اجازتها يعني احب اقول لكل الجمهور العربي